اشتركوا في القناة تكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي غير الكيس تفيص المبايد هو حالة هرمونية عامة بتشمل الجسم كله بيتبقى عبارة عن سوق هي تمثيل الغذاء مرتبط أكتر بمرض السكر أو ليعلى أكتر بمرض السكر الحالة الهرمونية العامة دي أو الربطة الهرمونية العامة دي سببت أن المبيض يبقى خامل أو عملية التبويض أو الإبارضة بتختل كل بوايدة بتطلع ما بتقدرش تكبر الحجم المطلوب بتحبس تقريبا عند حجم 10 ملي أو أقل تحت سطح المبيض في الآخر بتبقى عاملة شكل العقد أو النكلس شيب بيوصفوها كده ثاني التكيّس مش مشكلة خالص التكيّس مشكلته سهلة جدا لأنه جيء أصلا بداية بسبب سوق تغذية أو بسبب زيادة الوزن فلازم نعكس القصة دي يبقى هتيجي تقول لنا أنا عندي تكيّس هنقول لها لو سمحتي أنت ما عنديكيش مشكلة خالص تكيّس ده عبارة عن أني بس التبويض اختلت قدام التبويض اختلت ما فيش دورة قدام التدورة مش موجودة وما فيش تبويض طيب غالباً يبقى في تأخر في الحامس ده المجوزة البنت أتيجي أو دورة متلعباطة أو بضغيب تغيب ولما بتيجي بتيجي بنزيف أنا أقول لها بردو ما فيش مشكلة العلاج سهل خالص كل علاجك أن أنت تعكسي اللي أنت عماتيه زدت في وزنك يقل للوزن هتلاقي الدنيا كلها تصلحت بتاكل بأسلوب غلط أو نشويات أكتر في أكلك يعكسي القصة دي ابدأ يزبطي أكلك أنه يبقى بروتين وخضار ونشويات أقل هتلاقي كل القصة دي تصلحت وبدون أي مشكلة على الإطلاق نادراً نادراً ما بنلجأ للجراحات في الأيام دي أو في الأوينة الأخيرة لأن مع تقدم ومستبع اكتشافنا من خورة أمر سهل خارس ننزل في الوزن هتلاقي القصة دي كلها تصلحت مش ما يعني ليه لغاية دلوقتي حالة الهلع والفزع اللي بتيجي بيها الناس لما نقول تكيّس مبيض ولسه خلطين بالرغم أن مش أنا بس يعني كثيراً من الأطباء على الميديا والسوشيال ميديا والتلفزيون والراديو كل يوم بيقولوا يا جماعة تكيّس مش هو كيس تكيّس حاجة والكيس حاجة تكيّس مرض عام أو اختلال هرموني عام في الجزء انعكس بس على المبيض اداله صورة أو خلّب موضوع التبويض التكيّس لا مش مشكلة خاصة إنما الكيس مبيض وليه أنواع وأشكال وكل نوع ليه علاجه وده هناخده برضه بالتفصيل أنا بس عايز أشرح القصة دي عشان الناس اللي لغاية دلوقتي عندها لبس وبتخلط الأمور ببعضيهم قصة التكيّس مرتبطة أكتر بزيادة الوزن وإختلال نسبة السكر وهرموني الإنسولين في الجسم ده مرض تمثيل غذائي بحت لو هنرجع له كده يعني اسأل أي واحدة عندها تكيّس كده في حد في الهيلة عندها السكر 90% منهم يقول لك أه ماما أو خالتو غريباً علت الأم يعني أو تيتا كان عندها السكر وتتعالج منه لازم نحذرها لازم نحذرها أن أنت كده تميهم ربنا أن حصل لك تكيّس بدري كده ننبلك أن أنت عندك استعداد أنه يحصل بعد كده يجي لك مرض السكر أو مرض السكان لازم تحافظي على وزنك على طول وزن مثالي أنت لك وزن مثالي هتلاقي جسمك على طول مظبوط عليه والدورة بتيجي وبيحصل حمل وفيش مشكلة لو زدت في الوزن عن الوزن المثالي بتاعك ده هتلاقي بدأ التختل لكل الأمور دي وبعد كده لازم نفاهمها أنه برضو لو الوزن ده اختل أو وزنك زاد هتبقى في مشكلة أو هتبقى أكثر عرضة لمرض السكر دي نقطة مهمة جدا لو هنعرض الصور عشان نوري المنظر وده منظر يعني خلاص هو يعني مشخص جدا لقصة التكايز ما أعرض تانية آه طبعا مريد التكايز عادة بتشيك من اللغبطة في الدورة الشهرية ده معنى هتيجي تقولك أنا ممكن تأخر عندي 40 يوم ما تجيش أو شهرين أو 3 شهور ولما تيجي بتيجي بنزير ليه الكلام ده؟ لأنه أصلا ما فيش تبويض احنا ورنا ان كل بغايدة بتطلع كل شهر مش قادرة توصل للحجم المثالي إيه الحجم المثالي؟ حجم المثالي للبغايدة حجم المثالي للبغايدة من 18 ميلي تقريبا لـ 24 ميلي ده المنظر ده على فكرة الصورة دي نأخذها من عياتي أنا مش منعنته ولا حاجة وعندي زيها كتير يعني عن طبع زيها كتير جدا لأن التطلع الموجودة في تسعة وثيفين من مرضى التكايز منظر مشخص جدا لما منظر بصوا منظر العقدة عامل إزاي كل البغايدات محروسة زي العنائد عنقيدة عنقيدة تحت سطح المريض مفيش واحدة قدرة تكبر فيهم كلهم اتحبسوا عند نفس الحجم وتقريبا نفس الحجم عند سطح المريض مش قادرين يخرجه أو مفيش واحدة فيهم قادرة تكبر للحجم اللي هو من 18-24 الحجم اللي يعمل طبوية صحة أو يعمل حمل منظر اسمه نيكلس منظر العقد منظر مشخص جدا لمرض التكايز ده بنشوفه بعدنا بيشوف الشاكوة الشاكوة إيه دورة بتطأخ بتقعد مثلا شهرين ثلاثة ما تجيش طبعا ده عشان ما فيش طبويز زي ما قلنا المنظر ده الوايدة تطلع فين كلهم كلوا وايدة تطلع بتتحبس طيب اللي بيحصل نبتطنطر راحم بتتجمع في الفترة دي وتبدأ بقى شهر راستاني بتطنطر راحم بترقى سميكة وبعد كده فجأة بتنزل على هيئة نزيفة مش دورة تنزل فيها هيئة تقول لك أنا بعد ثلاثة شهر من الدورة ما جاتش بس نزلت مرة واحدة عنيفة جدا وبدون ألم وده برضو قصة مهمة جدا عادة عادة وجرى العرض ان الدورة اللي بيصحوبها ألم احنا بنتطمن الناس ان دي دورة صحية وصحيحة لان دورة فيها طبوط الدورة اللي ما فيهاش ألم بتبقى غالبا المنظر ده طونة راحمت جمعها في الراحم ونزلت بعد فترة فمفيش طبويل ما فيهاش ألم تاني حاجة بيجوا يشتكوا من زيادة شعر في بعض المناطق في الجسم عني مناطق بالضبط المناطق بتاعة زيادة الشعر عند الرجال يعني منطقة الدق منطقة الصدر وسألها سؤال صريح كده هل انت عندك زيادة شعر في هذه المناطق؟ هتقول لك ايوان فعلا انا بدأت تلاحظ ان شعر بيزيد في المناطق دي فانت لازم تاخد بالك من قصة التكيس مش مجرد ان انا هتعامل معها بشكل تجميلي وانشيل الشعر وخلاص لا لازم تتشخص صح عشان انت مهما عملت تجميل ومهما شلت الشعر بالليزر وكده ما انت سايب لمشكلة كبيرة ما انت سايب نفس الاختلال الهرموني صلح الاختلال الهرموني وما تبقى بعد كده بقى فكر في الناحية التجميلية يعني صلح القصة وبعد كده ابقى فكر في الناحية التجميلية طب علاج التكيس ايه ثاني ثاني مره علاج التكيس سهل جدا ان احنا ننزل في الوزن طب هاي يقولولي يا دكتور معنا اتصال ناخد صالح ونكمل قصة العلاج ان شاء الله فضل السلام عليكم عليكم السلام علي صوتك معكمها من السودان يا دكتور نورة من السودان ايوة اتفضل انا جابلت لفترة هنا عندنا يا دكتور في الاختلال توليت صوتك واضح يا جبار وانا في الاربعينات من عمري معلش يا نورة اقولي تاني كده انا جابلت في دكتور هنا في السودان جابلت في السودان هنا عن دكتور وانا في الاربعينات من عمري تمام اه ادواني منشطات يا دكتور حجر عن مراتين كده يعني عارين عن بعض ادواني منشطات انت في الاربعينات ودوك منشطات ايوة تمام انت ولدت قبل كده او خلفت قبل كده ايوة ايوة وبتسعي ناحية الولد ايوة تمام ماشا مفيش مشكلة نكمل يلا يا دكتور لما اننا ادواني منشطة الاول بعل معي كويس يعني تمام حصل حكا القبوة كويس حصل القلب وايد ده الروحيج من عايزينه تمع كويسي لكن بعد ذلك تمت زي 37 يوم ونزل نزل تني تمام عملت اختبار حملي ساعتها عملت اختبار حملي ما ما ظهر حملي ما حصلش حملي ما ظهر حملي انت والد الاربع بنات طبيعي ولا قيساري طبيعي طبيعي كله طبيعي الثلاث طبيعي ده الاخيرة ده قيساري الاخيرة يعني فيه اخر ولاده دي قيساري ايوة طيب ده كلام مهم جدا طيب والله عملوا لي عملوا لي صورة سبغة وعملوا لي صحصات كابلة على الهرمونات والغدد واي شيء وطلح كل الشي كويس يعني يعني عملت الاشعب السبغة ايوة وطلعت كويسة ايوة قالوا كويسة وبعد ذا كان التبويض برضو بس قال ليس ضغف في المبيض والزوج عمل تحليل لا لا يعني انت عملت كل ده عملت كل ده والزوج ما عملش تحليل ما عمل والله حتى كمان طلبوه منه وهو رفض يعمل يعني هو رفض يعني اعز قولك ما تتشكيش إبرة يعني ما تخليش حد يسحبلك حتى عين الدم من نص سنطي لو والزوج ما عملش تحليل اللي بيحصل ده جريمة جريمة على جميع النطاقات وجميع الأجوال اني نبدأ في فحوصات تأخر الحمل من عند الست ده جريمة مش اقول مشكلة بقى عشان احنا خلاص يعني احنا مفروض بعد البرامج الطبية والأطباء وأسازتنا اللي بتلاقوا يتكلموا في القصة دي لسه بنغلط نفس الغلط لو سمحتم لو الزوج ما عملش التحليل فيه تأخر الحمل الأولي اللي هو الناس ما فيش حمل خالص او تأخر حمل الثانوي الناس اللي معها أطفال او حصل صق وبعد كده اتأخرنا في الحمل لو الزوج ما بدأش بالتحليل بتاعه ما نجيش جنب الست خالص 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 احنا كده بنعمل الجريمة الستة تروح تعمل أشعب السابقة الستة تاخد طنشيط طبويض بقى دي كده وما ادراكها ما ما طنشيط الطبويض وآلامه ووجعه والتقل اللي بتحس بيه الفاطفة اللي هي بتاخد فيها التنشيط والتعذيب اللي بتتعذبه واحنا ده كله واحنا ما نعرفش أصلا الزوج كويس ولي لا ودي غلطة يعني الحمدلله ربنا عفانا اه واعنا فيها وإحنا صغيرين عشان مكناش بنسمع كلام أسد زيتنا بس اكتشفنا انهم علىها ما تدي تنشيط طورة تانية اه انت ممكن القصة يعني قطبيب برضو لسه بتبتدي يضحك عليك ان انت مثلا اه تزوجين جولك وانت اكتشفت في أول مقابلة ان الست عندها مشكلة فانت بتنجرف على طول ان انت هتعلق لها المشكلة دي وتبدأ تنشيط موسعيد تفضلي عشان كده هكمل القصة دي بتاعة نورة السلام عليك يا دكتور عليكم السلام تفضلي ما شاء الله يا دكتور احنا بنستفيد منك والله ربنا يخليك يا ربنا يخليك وبارك فيك دلوقتي يا دكتور انا الدورة بتجيلي يعني كانت الاول بتجيلي كل كام كل تمانية وعشرين يوم كانت مزبوطة دلوقتي بتجيلي كل عشرين يوم تمام انا مش عارفة اكشف كده ولا اعمل ايه بص يا موسعيد احنا بالدورة عشان تحسبيها صح لازم تحسبيها من اول يوم لأول يوم غلط اول نتي تحسبي من اخر يوم لأول يوم انا هرد عليك عشان تعرف انت عندك فيه مشكلة ولا لا بص يا موسعيد سريعا كده اي دورة بتحسبي من اول يوم دم لأول يوم دم في الدورة اللي بعدها لو الفرق ما بينهم اهل من واحد وعشرين يوم اه اكشفي بس انت مجيش تحسبي من اخر يوم مثلا دورة عادت عندك مثلا من يوم واحد يوم خمسة في الشهر تمام ورجع التاني الدورة يوم خمسة او عشرين فانت كده حسفت انه كده عشرين يوم كده غلط لأ مع فكرة دورتك كده سليم انت تحسبي من يوم واحد في الشهر ليوم خمسة او عشرين يبقى كده الفرق ما بينهم كام او عشرين يوم او خمسة او عشرين يوم دورتك مزبوط الدورة المنتظمة بتبقى في فرنج او في فرق احنا عرفين في الطب كله رنجات ما عندناش احنا مش رياضيات او فيزياء لو واحد زي واحد بيسوي اتنين كده ما فياش تفاهم لا احنا كله عندنا بالرنج يعني من واحد وعشرين يوم لو جاتلك الدورة بعد واحد وعشرين يوم او لغاية خمسة او ثلاثين يوم يعني اتأخر خمسة ايام طب انا عايز اجوب على مساعد ما عليش ادوني بس دقيقة ادوني بس دقيقة دي اسمها كده دورة منتظمة بس احسبها من اول يوم لها لأول يوم للدورة اللي بعدها محسبش من اخر يوم لأول يوم انا كده لغبطت الدني فانت احسبي كده لو جاتلك احسبي من اول يوم دي لأول يوم دي لو الفرق بينهم عدل واحد وعشرين يوم فانت دورتك منتظمة وده برضو لابس بيحصل عند ناس كلها هي الناس كلها بتيجي دورتنا اليوم حاسبين من اخر يوم دي يوم خلصت دي ويوم جات دي حسبوا الفرق الاقول ايل طبعا فاتجننوا وقالوا ان في مشكلة انت لو اتدورة من اول يوم لها الاول يوم للدورة اللي بعدها عدل واحد وعشرين يوم او اقل من خمسة وثلاثين يوم فانت دورتك منتظمة ومعنديكش اي مشاكل ناشي اديني التليفون اللي بعده اسماء اتفضل يا اسماء اتفضل عليكم السلام ايه دكتر حضرتك انا متجاوزة كنت اتجاوزة قبل كده وانا عندي ساعة واشر سنة تمام بس كان عندي تكيز وكده وبعد كده عملت تحل مجهري مرتين فما حصلش نصيب يعني بس هما كانوا بيتحابوا بويضات كانت كويسة بس ما كنتش بعرف السبب ايه وزنك قد ايه نعم وزنك وزني هو انا كان وزني 85 كده بالسنة دلوقتي نزلت يعني نزلت كم كيلو يعني من سبعين لخمس وسبعين بنزل خمس وسبعين يعني لحد سبين وخمس وسبعين طيب هل التكيز ده اتحسن في صورة انضارة بقى تيجي ممتظمة انا ما نعمل اه اشعة مهبلية ما يبانش المنظر اللي انا اه ورتهوليك ده في على الشاشة هل حصل التحسن ده انا عمل اللي هو بتاع التبويض يعني اه اه لما بنزل في الوزن التبويض بيبقى كويس خال تمام طيب بعد فشل الحق انت عملت حاني مجهري مرتين كده نعم عملت حاني مجهري مرتين عملت مرتين وانا انفصلت واتجوزت ثاني يعني متابعة منشطات وكده انا عايش في مرة مصر فامتابعة منشطات يعني ليه ثمان شهور الزوجة الجديد كويس اه التحليل وانا الاشعة بالسبغة بتاعتي كويسة والتحليل كويسة وكل حاجة كويسة خالص طيب طيب زوجك حاليا محمد الله تحليله كويس اه كويس جدا وانت دهوقتي محافظة على وزنك السبعينات؟ انا دلوقتي 75 طيب تمام خلص ارد عليك يا اسم بس انا عايز مشكلة التكيزات دي يا دكتور عشان يحصل حمل طبيعي عشان اتعبت من العمليات والله ينوع عليك وده اللي انا هقولهول ده اللي انا هقولهول لك عناي هقولك هو فشحة ليه اصلا ربنا يخليك يا دكتور طيب ده اللي انا كنت بكلم فيه تاني التكيز مشكلة وزن نزلي وزنك هتبقى البيئة حتى بتاعة الجنين البيئة الصحية اللي بيحصل ايه؟ بنلاقي ناس ريزستنت العلاج يعني هي مش متقبلة ان هي تخص في الوزن فتفتكر ان هي قصة بفلوس اروه حدفع فلوس وعمل حقني مجهري انت هتزلينا يعني بقصة نزول الوزن برضه تعمل حقني مجهري الفشل بتاعه هتبقى نسبته كبيرة جدا بسبب الوزن البيئة بتاع البيطانط الراحم هتبقى غير صحيحة لاستقبال الاجنة الاجنة كواليتي بتاعتها يبقى ليل جدا بسبب التكييس فشل 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 نسبة الفشل بتاع الحقني المجهري في مرضى التكييس كبير جدا تبقى ليه اعزب نفسي ده كمان بيحتاج جمعة اكتر لتنشيط التبويض بتحتاج فترة اطول ان انا اقدمه نشطات وده بيدخلنا ممكن في المشكلة انه ممكن يحصل افراط في تنشيط المبيض ونلاقي الاستاذة السيدة دخلت في مشكلة اكبر مكانت تتخيل مش بس فشل حقني المجهري لأ تتحجزت في المساشفة بحاجة اسمها استسقف البطن وإفراط في تنشيط التبويض بسبب ان هي ما سنعيش جلالة انا جات لي واحدة كانت من سنة تقريبا وزنها مية واربعين كيلو وعندها تكييس مبيض وقالها تقريبا ثلاث سنين من جوزة اقول لها لو سمحت انا اقول لك كلمتين مفيش دكتور نس هايقولهم لك لو سمحت لو انت محوشة مثلا مبلغ معين عشان تعملي الحقني المجهري اكدالي مقدمة على الخطوة دي فاقلت لها لو سمحت الفلوس دي روحي معلش حاول يتخص بيهم عند دكتور تعملي عمليات انقص الوزن الجديدة دي التكميم او ما شابه وزنك ينزل بعد سنة بالظبط جسمك هيستقر ووزنك ينزل الوزن المثالي هتلاقي نفسك حميلة تلقائيا وبدون اي بقى تدخل لحقني مجهري ولا اطفال انابيب ولا كلام ده كله انا من مصطحة ان انا اخذ منك الفلوس وقولك خلاص توكالي على الله بس انت لازم حياتي كلها تتغير نسبة الفشل عندك هتبقى عالية جدا لو دخلت كده في تنشيط طبويض او في حقني مجهري امتش الكلام واكتشفت ان هي راحت برضو عملت قصة الحقني مجهري بيكلموني من اسبوعين لقيتهم بيكلموني ان هي عايزين نحجزها متحولة مستشفة ما عشان جالها افراط في تنشيط الطبويض نفس الكلام اللي انا بقوله هو حصل يعني نفس الكلام اللي انا حضرتها منه حصل هتحولها للمستشفى تتحجز في ارعال مركزة بسبب ان حصل لها استسئة وها افراط في تنشيط الطبويض لو سمحتي تكيّس التكيّس مش مشكلة خالص تكيّس هو عملية وزن غير مزبوط مع السايكل او دورة بتاعت الهرمونات اصبت ده كله هتلاقي الدنيا مشت مش مشكلة نورة اللي حصل هو جريمة ان انا مبدأش بالزوج على طول لو سمحت يا دكتور لو سمحت يا استاذة لو حتى انا شفت السيدة جيّالي او قابل جيّالي بمشكلة وشفت الست عندها مشكلة فعلا تكيّس او مشابه او مشكلة يعني عندها مشكلة هون ما لا تستسني الزوج الزوج لازم نبدأ بيه برده عشان ممكن انا اقعد عليك فقد كده وتصالح برده ما حصلش حمل وعليكده اكتشف بعد ست شهور من الفلوس اللي اتدفعت والمجهود والتنشيط والتعب ان الزوج ده عنده حرقة قليلة او عدد قليل جدا ما يعملش بحمل وابقى انا خسرت الناس الفلوس والمجهود ده كله مع ان انا كنت مبدأ ممكن ابدأ تحليل بسيط معلش يعني في ستين سبعين جنيه اعرف ان الراجل ده عنده مشكلة هو كمان ويتعالج يريت بس يريت نعقل الكلام ونفهم كويس وانتدرك وعشان فلوس الناس ومجهودها وصحتها ومش لعبة هنوعدنا نتعلم فيها لا اعتبر كل يعني ممكن يكون اللي جاي لك ده ممكن يكون دي اخر فلوس معاه وانت اخر امل بالنسبة له فلو سمحت ما تضيعوش الفقرة اللي جاية فقرة شيقة جدا عن امواض الجيوب الانفية وحاصلة الجيوب الانفية وكورونا مع عضيفنا العزيز هذا ليس لطلا فصل ونرغالك تهيه شكرا